مجددا صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتم عم بتتابعونا رح نتابع مع ضيوفنا بلقاء جديد تحت عنوان لن ننساك ان شاء الله يا رب ما حدا بيفقد حبيب على قلبه شو مكانت الظروف وخاصة بسبب حوادث السير اللي عم بتفقدنا خيرة شبابنا وصبيانا ووقات كمان أطفال نتيجة تهور الأهالي بالقيادة وعدم الالتزام بشروط قانون السير أكن قديم ولا جديد مش مهم هي بترجع لتربية ولا زوء ولا إدراك عند السائق خلينا نرحب بمدام لينا جبران نائب رئيس جمعية كونهادي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك اليوم كمان بسعدنا تكون ضيفنا استاذ بسام عزوري مسؤول القبول والتسجيل بالجامعة العربية المفتوحة العنوان دايما منشوفه على السيارات يعني بيحمل توقيع على صور خيرة الشباب لن ننساك للأسف يعني بتمرق الأيام والحياة بتخدنا بيبقى الجرح عند الأهل فقط لأن بيصير بعدين ذكرى حتى ما نعيش هيدا الاختبار اليوم حملت لن ننساك كيف انطلقت شو القصص اللي يعني على أساسها انبنت هالحملة ولوين رايحين فيه رايح خبرة كيف طلعت القصة مرة كنا أنا جوزة وأنا بسيارة وفجأة بيوقفونا قدم مستشفى بيقولولنا لأنه فيه كونفوات طالع من المستشفى وقال له منشوف كونفوات طالع صورة كبيرة لشاب مع هشريتة السوداء وراشي 16 موبيلات بسألون انه ضغرة وقعت انه كيف توفى هيدا الشاب قالولي بحادث على الموتو وقع عن الموتو ودرب راسه بزفت وتوفى قالتنو كان حاطي تلكاسك قالولي لأ طلعت قلتنو معقول انتو 16 واحد ماشيين وراه وعرفتو شو سبب موتو ما حدا منكم حاطي تلكاسك وكلكم ماشيين بي لننساك العبرة لننساك هي مش بالصورة هي اننا نتعلم من غلطة اللي سبقونا نحنا هيك منخلدلون ذكراهن أنا ما بننسى ابني لما بخلي غيره يتعلم من غلطة ابني مش الصورة وننسى مثل ما حضرتك قلت بس نتذكر بصورة ومع الايام مننسى هيدك من هون انطلقت فكرة هاي الحملة واكيد لانه السبب الاول لحوادي سيسير وكلنا بنعرف هو تجاوز السرعة القصوى من هيك نحنا حطينا التزم بحدود السرعة كما تصفي من بين هالصور يلي هي لننساك صحيح حملة لننساك سيس بسام معزور يعني انتو كجامعة عربية مفتوحة شو اللي خليكن تتفاعلوا تتعاونوا معكم هادي لتوصلوا هيدا الرسالة وقدي بتجربوا كمان التوعية توصلوا لطلابكم بالبداية قبل ما تعمموها على كل الناس نحنا كجامعة عربية مفتوحة الجامعة انشئت سنة 2002 وكان هدفها ورسالتها تعليم الشباب بكلفة جيدة ويقدر كل شرائح المجتمع تقدر تفكرتنا معكم هادي يعني بغض النظر انه كدورنا اكاديمي لنخري الشباب كنا بعد نعيشين بالمجتمع وعم نشوف حوادي سيسير اللي بعدها عم تحصد الشباب فبدرنا وفكرنا انه هذا الموضوع بعد بده بعد بده توعي واهتمام فهون توصلنا مع جمعية كونهادي لانه منعلم انه سبقين بمجالات الحملية التوعية وبلش التعاون من هون يعني اليوم التعاون مع كونهادي كجامعة هل تصر فقط على حملة لننساك ولا فعندكم مشاريع تكفوا بهذا الخط التوعي والتوجيه للشبيبة صراحة حملة لننساك هي حلقة ضمن سلسلة التعاون مع كونهادي بلش من أربعة شهور لما دعينيهم هون يجوا عمبين الجامعة وكليات الجامعة وعملوا كذا محاضر للطلاب هون نحن انتبهنا انه في طلاب كمية كبيرة الاكترية وصلتهم للمساج وحسينا هشي فقررنا اكتر نروح بالتعاون هلأ حملة لننساك هي الخطوة التانية كلها شهر حزيران عم نجارب قدمة فينا نوع العالم وخطوة التالتي اللي هي بعد كمين شهرين تلاتي هي trained trainer نحن بكلياتنا في عنا تلميذ التربية وتلميذ الانجليش هن اكتريتهم بيعلموا بمدارس فواحدة من الخطوات اللي ارتقينيها نحن بكون هادي انه يتدربوا عندكم هادي حتى يقدروا يحملوا ويعملوا حاملات توعية بالمدارس اللي بعلموا فيها وهيك ما نكون عام من ساعة تكون هادي بروحاتهم على المدارس ومتوعية للطلاب الأصغر بالعمر يعطيكم العافية مدام لينا جبران يعني الانون الجديد ابصر النور اخذ بكتير وقت ودراسة وشفنا اوقات اعتراضات وانبعض حمل مجلس النواب انه عدم اقرار الانون وبمجلس الوزراء فيه اختلافات ما بعرف وبيقولوا فيه مصالح شخصية دخلت طيب لما تم اقرار هيدا القانون ما زال اخذوا القرار بالاجميع لا اقراره شو اللي اخر اقرار البند الأول بالانون هن اجتمعوا كمجلس نيابي هلأ صار دور السلطة التنفيذية النواب عملوا يلي عليهم صح هلأ السلطة التنفيذية هي اللي بدا تنفيذ الانون المجلس النياب او النواب بحطوا الانون اعطاهم لضوء الاخضر ايه اكيد افضلوا اشتغلو اكيد بس فيه شغلة كمان انون سير جديد اقر من سنتين كي لازم من سنتين الية تطبيق الانون انها تبلش تندرس من سنتين للأسف عنا كله بيتأخر بس كتير منيح وخلينا كلنا سواء نقول برافو للكوة الامنية اللي عم بقولوا مو بجهود جبارة رح نعطيك ارقام تبلش تطبيق قانون سير جديد من 20 نيسان 2015 لتاريخ اليوم تراجع حوالي سيصير 50% تعرفوا شو يعني 50% يعني نحنا وفرنا الموت تقريبا على 20 شخص 20 شخص يمتون هاي كتير كبيرة عند اهلهم فبس العبرة بالاستمرارية منتمنى على القوى الامنية قد ما بيقدروا انه يستمروا لانه بعتقد الناس نطرينهم على الكوع لانه كله عم بيصير فيه تحدي والشيء المؤسف اللي صار هو قانون منع التدخين كل الناس شايفوا انه فيش هلأ عم براهنوا انه قانون سير رح يكون مثل قانون التدخين ان شاء الله ما يكون هيدا الشيء حاسس بنبرد صوتك وبخطابك انه في خوف على قانون سير صح يصير فيه مثل مصار بقانون منع التدخين خلينا نشوف الصورة ونفهم المساج منها ونرجع لنختم معكم ضيوفنا هيدا هي هيدا هي يعني شوف قديم نشوف هيدا الصور يعني مش حرام بيكونوا كلهم سوا وهنه مستقبل هالبلد ونطرين منهم يعطوا كتير وبيبقوا مبسوطين وفجأة بينحط هالشريط الصودة لازم نعرف انه هذه السير اللي منه ميكروب منه فيروس منه بكتيري منضلن عيدة منه شي منلقطه من الله الدراسات أثبتت وكنا بمؤتمر من جمعة 85% بكل العالم الدراسات الحق على السائق مش معنيتها اللي رح يقوموا لقيمة كلهم بقلوا لك الطرقات والإنارة كلنا منسلم جدلا طرقاتنا غير متسامحة طرقاتنا ما بتسوى طيب الطريق ما بتسوى ما عليها إنارة تسرع عليها يعني كأنك انت عارف هاي الحفة خطرة بتقف عليها وبتوقع بتقولها على الحفة مع النيلة كنتبه في حفة يعني إن شاء الله هالحملات هيك تاخد صداها لأن قبل مرة كنت عم بحضر وداع لصبية قضت نتيجة حادث سير بمنطقة البترون وحكيت هيدا الشيء على الهواء شفت رفقاتها عم بيبكوا شباب عمرهم 16-17 سنة قلت لهم وقتها هاد دموع اللي عم تبكوه على فرق صديقتكم إن شاء الله تكون عبره ورسالة لأن دايما ورا كل حالة موت شو ما كانت خاصة بحادث سير في رسالة لازم نفهم الرسالة مش بس إنه نبكي ونتفاعل وتاني وتالت يوم نرجع نعمل نفس القصص اللي قودت بحياتها الصبية ومسيليتها كتر إن شاء الله يعني نكون عم نقدر نستفيد وناخد كل هيدا العبر من هالحملات يعني تكون ألف عم فيك جامعة عربية مفتوحة كمان شكرا على هيدا الأنفتاح أنا بس بردي كل وصل كلمة شكر لجامعة الكل تعجب إنه كن هذه جامعية عم تتعاون مع جامعة لأن تعرف عادة أن نحن منتوجه مصارف شركات حدا عنده تمويل هاي أول مرة وأول مبادرة إن جامعة حبي تتحط إيدا بإيدكن هاي تقدم فينا نوصل رسالة للشبيبة فأنا بشكره إن شاء الله هالتعاون كمان يروح لقدام وغير جامعات كمان تتعاون إن شاء الله أساز بسام عزوري عندك كلمة أخيرة وتحب تقوله إن شاء الله تكون هذه الحملة عم بتوعي الشباب وعم بتنبههم إنه ما حدا يقول ما بتصير معي لأنه عم بتصير عم نشوف وعم بتزيد إن شاء الله توصل الرسالة وتخفها الحوادث